زي ما ذكرنا انه الاندي الرياضية عموما الاهتمام بالمناشط عندها ضعيف جدا وبتلجأ ليه ويمكن في اوقات لما يكون في ركود او ما في الدور يعني الدوري ما واقف في الفترة بتاعة النادي فهي بتلجأ للحاجة دي هم يمكن زمان لغاية الالفينات يمكن نهاية التزعينات بداية الالفينات افتكرة او لغاية منتصف الالفينات كان فيه اهتمام كان فيه دوريات محترمة جدا سلة طايرة تنس يعني العب قوة غيرها الانديا كانت بتتسابق في انها تسجل اللعبين بتاعنا الانديا بتاعنا المناشط يعني الهلال المريخ الموردة كان فيه حضور كبير جدا حتى في الانديا مساء زهنادي كانت تخصصة يعني غير كرة القدم مثلا نادي سجانة في الكرة الطائرة ايو اذا انا جاياك ليعني انا نقول لك نادي سجانة في الطائرة في نادي الدفاع ونادي الدفاع دانا بالنسبة لي بقول لهم دا نادي النموزج نادي الدفاع الحلة الجديدة وتحية اليوم لكل تحية يعني اهل الحلة الجديدة يعني الرياضيين باليان بقولوا شو بالميلاد نادي قاموا هم في نفس الحكاية نادي السجانة برضو غايمين علي امره يعني ايضا نادي المحمد والشاهيية مكان يهدر محمد وشاهيية في القضارف برضو متخصص كورة طايرة وريشة طايرة برضو فيه بالمناسبة في أندية كتيرة مهتمة لكن زي ما ذكرت لك يمكن الفترة الأخيرة الناس بيقى تمام ركزة كتير مع المناشط الرياضية لأنه بيقى فيه شح في المال أنا ما عرف الشح ده نتيجة لاشنو لكن الاندية بيقى مال الوضع الاقتصادي طبعا في البلد السرفي الوضع الاقتصادي عموما أيوة لكن الرحمة ذات البركة ذاتت شالت من الناس بالشديد اشتركوا في القناة